السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد في حدوتة مصرية مع ديانة. النهار دا الفيديو مختلف شوية. سبق وعملت منه قبل كده بس مش كتير. النهار دا ان شاء الله معايا مجموعة من المشتريات زي ما قلت لكم في العنوان انا جايباها كلها بمية جنيه. دي اول حاجة معايا الفراشة الدكور اللي بالشكل ده كده. الحقيقة لقيت سعرها نزل خالص وكان بالنسبة لي مفاجأة. جبتها بعشر جنيه. مش عارف ازا كان السعر واضح او لا اهي. اه دي انا بصراحة بحب شكلها جدا. اه كنت هعملها في القناة بس قلت خلاص لا يعني انا اشتريها مدام سعرها اه مناسب وكده. تاني حاجة انا اشتريت اه اه اشتريت المفرش ده لطرابيزة اه 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 المطبخ. ترابيزة خشب بتتفتح وتتقفل كده بتتوسع. اشتريت منه متر بحوالي اه 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 ده طبعا ممكن تقدر تستخدميه لطرابيزة المطبخ تقدر تستخدميه لطرابيزة مثلا اللي انت بتحطها في الفرندا. لو بتحب ان انت مسلا تعود تاخد فيها فنجان شاي او فنجان قهوة دي عملي جدا لانه هو بلاستيك. وطبعا بيحافظ على الخشب من المية والاتربة والحاجات دي كلها. دي تاني حاجة في المشتريات. هي بصراحة حاجات بسيطة جدا بس هتغير شكل المطبخ تماما. ولما تكون الحاجة اه قليلة مش كتير. اه تقدري كمان ان انت تضيف لمسات بسيطة ومش مكلفة. ده سبات او بسكت ممكن تستخدميه للفاكهة بس انا مش جايبها للفاكهة ولا للخ انا سبق وعملت فيديو قبل كده. اه في المطبخ وكنت مستخدمة البسكتات دي على الارفف. اه وحط فيها حاجات للمطبخ زي مثلا الرفاعة بتاعة الكيتشن ماشين او الهول او الحاجات دي كلها ان شاء الله اسيب اه الفيديو ده في الصندوق الوصف. اه طبعا البسكت اللي فات ده بحوالي برضو عشرة جنيه بالزبط. دي بولات صغيرة عجبنا شكلها جدا. انت لو حبر انت تستخدميها للشاي والقهوة والبن كميات بسيطة او صغيرة وانت طالع رحلة او اه مسلا ممكن يكون على قد استخدامك حاجات بسيطة كده في المطبخ. بس انا الحقيقة جايبها علشان ايها بخمسة جنيه ونص بالزبط. انا جايبها علشان اه لو عملت مسلا لولادي اي حاجة فيها زي كاستر او 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 مهلبية او حاجات زي كده او اي حلويات صغيرة ممكن اخدها معي اثناء التدريب وبقى معها معلقة صغيرة. بس كان فيه ملحوظة كان فيه نفس الطقم ده وكان فيه واحدة موف كمان معاه اه بالمعالق بتاعته بخمسة وعشرين جنيه. بس انا فضلت ان انا جيب الفرداني لان انا عندي معالق كتير جدا ومناسبة لونها. جبت اللون اللي هو البيبي بلو وجبت كمان اللي هو اللون الروز واللون البستاج الفاتح. جبت التلاتة دول. اه وهنا معي الفوض دي بصراحة اللي كانت بالنسبة لمفاجأة الفوض دي حجمها بسم الله من شاء الله كبير جدا حوالي بالزبط اه نصف متر في متر انا استهى اه ممكن انا كنت في الاول بجيب الميكروفايبر ده بتبقى عبارة عن قطعة كبيرة معاك قطعتين صغيرين يا دوبك تقدري تمسحب واحدة منهم اه حاجات بسيطة كده طبق او اي حاجة لان ما كانش كبير شايفين ده نص مسافة الفوطة معايا اهي اه اه ده انا اسمها نصين بالشكل ده كده كمان انت ممكن تقدر تستخدميها للمطبخ تقدر تستخدميها للعربية اه حجمها كبير ممكن انا جايبها بصراحة للتدريب بتاع الولاد اه وممكن انت كمان تستخدميها لحمام السباحة او للمصيف لان حجمها كبير ومشاء الله هي اصلا بتمتص المية بمنتهى السهولة وانا جربتها كاستخدام شخصي بصراحة حلوة جدا جبت منها كمان اللون اللي هو نفس الحجم والحقيقة اللي خلاني جبت المنقوشة دي ان هي كانت اتقل واحدة في الفوطة الموجودة شايفين طولها قد ايه اده اولها اهو واخيرها بعد الكاميرا كمان بشوية فهي بصراحة مساحتها حلوة جدا وكبيرة وعملية جدا في الاستخدام تقدر تستخدميها في اي حاجة عندك لو حاب ان انت تشتريها وتقطعيها اه اربع تربع للمطبخ ويكون كده حجمها بنسب بالنسبة لك ما فيش مشكلة حابة تستخدميها على الحجم ده برضو ما فيش مشكلة جبت المنقوشة دي من رغم ان انا ما كنتش حابة ان انا جيب اي حاجة عليها رسومات اه وكده اه بس طريت ان انا جيبها لانها كانت اتقل فوطة في الفوط اللي موجودة كلها وبقية الفوط كان الوانها غمقة فما حبيتش ان انا اه يعني ايه اغمق الالوان وكده اه دي كانت المشتريات بتا النهاردة مشتريات بسيطة وبمية جنيه جبت اه الفوط الوحدة بعشرين جنيه اه والبسكتات الواحد بعشرة جنيه يعني انا كده اه ان شاء الله هسيب لك الروابط بتاع استخدام البسكتات دي هتلاقيها معايا في فيديو المطبخ وكمان اه هسيب لك الرابط بتاع فيديو المشتريات اللي قبل كده اه دي اه كل الحاجة اللي انا جبتها والحمد لله حاسة ان انا ممسوطة وسعيدة جدا بيها مع انها مش كتير بس بصراحة حاسة ان ايها تغير لي نظام المطبخ خالص وشكله وهتدي اضافة بسيطة كده وشكلها حلو اه الفراشة بعشرة والبسكتات كمان بعشرة اده كده تلاتين جنيه ودول اه باربعين وكده خمستاشر وخمستاشر يبقى كده سبعين جنيه تلاتين و اه وسبعين متة جنيه بالزبط بس احكاك ان الحق في جنيه ونص الدفع زيادة علشان خطر البولات بخمسة جنيه ونص اه اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله لازل لتضيعوا دقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة